والآن مع الشريط الثالث أمير المؤمنين عثمان بن عثان رضي الله عنه عثمان فتفرج له فصول إن تكلمت عن الحياة فهو عثمان وإنت كلمت عن التواضع فهو عثمان وإن تكلمت عن الجود والسخاص والبدل والعطاء فهو عثمان وإن تكلمت عن بكاء الليل وقيام الليل فهو عثمان وإن تكلمت عن التضخية لهذا الدين فهو عثمان سئل الإمام علي عن عثمان بن عثان قال ذلك رجل يدعى في الملأ الأعلى ذن نورين تسألوني عن من عن رجل يسمى في السماء ذن نورين تسألون الإمام علي عنه إنه عثمان ولد بعد النبي بست سنين فهو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بست سنين كان رجلاً غبعة لا طويل ولا قصير رقيق البشرة عظيم اللحية بعيد ما بين المنكبين رجل قبل الإسلام في الجاهلية محبوب في طريق كل الناس تحبه تعرف لماذا؟ لأنه ثري ومتواضع وقل ما تجد ثرياً متواضعاً قليلاً فأغلب الأذرياء يتكبرون ويتغط رسول ويرون أن لهم فضلاً على الناس إلا عثمان فهو الثري بماله لكنه الفقير بتواضعه أحبه الناس جميعاً هذا الرجل لم يسجد لصنم في جاهلية قبل الإسلام ما سجد لصنم بل كان أبعد الناس عن الفواحش وكان يستنكرها قبل الإسلام كيف يأتي الناس الزنا وكيف يشربون الخمر وكيف يفعلون الفواحش قبل الإسلام هذا الرجل إنه عثمان بن عثمان أراد أن يتزوج ابنة لأحد بل لأفضل الناس في قريش ابنة من؟ ابنة النبي كان يريد الزواج منها ابنة النبي رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان يتممى الزواج منها لكنه لم يستطع زوجها النبي من؟ ابن عمها عتبة ابن أبي لهب تزوج الروقية بنت النبي فحزن عثمان وضع صدره وكثر عليه الهم ومرت الأيام حتى جلس يوم من الأيام هذا قبل إسلام جلس يوم من الأيام في بيته فجاءتهم خالته خالته كانت سمراء عقلة سعدة بن سكريس وعثمان معروف بعقله ورجاحة عقله بالناس عنده خالة عقلة مثله فجاءتهم فسألتهم ما بالك مهموم يا عثمان فأخبرها كان يتممى الزواج من رقي لكن لم يستطع فقالت له أرى أبشرك؟ قال بما تبشريني؟ قالت نبي ظهر قال ماذا؟ قالت نبي ظهر يدعو إلى عبادة الله وعده وترك الأصنام قال ماذا تقولين؟ يقول خرجت وأنا أفكر في كلامه ماذا تقول؟ نبي منا يدعو إلى عبادة الله وعثمان كان يتمنى هذا منذ زمن فلقي من في الطريق لقي أبا بكر فقال له يا أبا بكر أسمعت ما قالت خالتي؟ قال ماذا قالت؟ قال تقول أن هناك نبي يدعو إلى عبادة الله ولم في الأصنام قال صدقت خالتك قال ماذا تقولون؟ قال يا عثمان أنا أعرفك أنت رجل عاقل حازم لا يشتبه عندك الحق والباطل ألا ترى ما يعبد قومنا؟ قال ماذا؟ قال يعبدون حجرا لا يسمع ولا يبصر هذا من؟ هذا أبا بكر يكلم عثمان في الطريق قال يعبدون حجر لا يسمع ولا يبصر وإن هذا النبي يدعو إلى عبادة الله وحده قال من هو؟ قال إنه محمد عليه الصلاة والسلام قال الصادق الأمين قال نعم إنه الصادق الأمين قال أين هو الآن؟ قال هو في بيت فلان قال خذني قال عثمان فذهبت فدخلت على النبي وشرح صدره الآن يقول دخلت عند النبي يقول ما إن امتلأت عيني به وسمعت أذني كلامه إلا انشرح صدري للإسلام فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب عثمان هداه الله تعرف لماذا؟ ليصبح ممول هذا الدين الجديد ليصبح عمدة هذا الدين بمالكه وإنفاقه الدين يحتاج أمثال عثمان دخل عثمان الإسلام وما مرت الأيام إلا وأب لهب يبدأ بالإيذاء لرسول الله عم النبي بدأ بالإيذاء بدأ يحكي الكراب بدأت زوجته أم جميل بخفتها تفعل مثل تفعله حتى أنزل الله جل وعلا تبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب لن يستفيد من ماله سيصلى نارا ذات لهب فهددت أم جميل النبي فقال الله جل وعلا ومرته حمالة الحطب مثله في جيدها حبل مسد ذهب أبو لهب إلى ابنه عثبة فقال يا عثبة طلق رقيا يريد أن يؤذي النبي بابنته قال ماذا يا أبي لماذا يا أبي قال لا تستعطى أن تكون زوجة لك طلقها يا أبو لهب فطلقها عثبة ورجعت رقيا مطلقة إلى بيت أبيها ففرح في ذلك اليوم من أثمار ابن عثان إنه يوم يصاهر من الصادق الأمين يصاهر من نبي الأم الذي حبه تعلق بقلبه كان يريدها من قبل الإسلام فلما أسلم ازداد شوقه لها ما مرت الأيام إلا خطبها فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزوجه فلدة كذبه يعطيه رقيا فصار صفر النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النور الأول هذا النور الأول فصار عثمان ذو النور هذا النور الأول وصار زوجا لها فعذب عثمان المحبوب المحبوب في مكة يعدد حتى تضايق عثمان لم يستطع أن يتعبد ربه ولا أن يذكر ربه استأذن الرسول أن يخرج أن يهاجر من مكة ولما يا عثمان يريد أن يصيح في الأرض يتعبد الله عز وجل وكأن الله أشار إليهم بهذا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة كأن الله أشار للصحابة ما الذي يمنعكم على الهجر تاجروا من تضايق في العبادة ليخرج خرج أبو بكر خرج كثير من الصحابة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تاجر ضحى بججارة ضحى بسوق ضحى بزبائن ضحى بقوافل التجارة كلها لأجل ماذا؟ أن يهاجر لله فهاجر الهجرة الأولى مع رطي الحبش وأخذ يتعذق ربه سنين ثم لما اشتاق إلى النبي اشتاقت ابنته لأبيها رجع مرات المطران وظن يصابر في مكة يتحمل العزام ويصطبر مع الناس حتى أذن لهم بالهجرة فهاجر إلى المدينة ما مرت سنة وسنتين في المدينة إن أصيبت رقية بالمرض بنت النبي بمرض شديد وجاء وقت معركة بدر فقال عثمان يا رسول الله أريد الخروج معه في الجهاد فقال له النبي بل يمكن انجلس يا عثمان يجلس مع من؟ قال مرد رقية رقية بحاجة إليه ولم يكن النبي رعان ما شاء يخرج يخرج وما شاء يجلس يجلس في بدر لم يكن النبي رعان من؟ فاستخلفه النبي على رقية فلما عاد النبي من بدر رأى رقية قد اشتد برضها فماتت رضي الله عنها كم حزن عثمان كم دمعت عينا المصيبة مصيبة ثانية المصيبة الأولى بمت حبيبته المصيبة الثانية انقطاع مصاهرته مع النبي يألها من مصيبة فكله صابر وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة ضالون إنا لله وإنا إليه راجعون ما مرت الأيام إلا واساه النبي قال يا عثمان تريد الزواج قال نعم يا رسول الله قال أزوجك بنت الثانية فزوجه أم كلهم فسمي منذ ذلك اليوم بذن نورين أعطاه النبي نورين رقية وأم كلهم أسألكم بالله هل سمعتم في الأخبار وقرأتم في المصص وسمعتم في الآثار أن نبياً زوج ابنتيه لرجل أي نبي بل ليس أي نبي إنه خير الأنبياء والمرسلين زوج ابنتيه لعثمان ثم ماتت أم كل جنون بعد سنين قال النبي والله لو كانت عندي بنت ثالثة لو زوجتها عثمان أي ثقة هذا وأي ثقة هذا رقية لما زفت إلى عثمان في مكة لما زفت إلى عثمان يقولون رقية كانت جميلة وكان عثمان أيضاً جميلة كان بهي الطلعة حتى كان يقولون لهما في الزفاف من جمالها وجماله كان يشعرون أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان أحسن زوجين من جمالهما ومن أخلاقهما النبي يأتي إلى رقية في ليلة العرس يقول لها يا رقية يا رقية أحسن إلى أبي عبد الله إلى عثمان أحسن إلى أبي عبد الله فإنه أقرب الناس من أصحابي بي خلقاً أقربهم خلقاً به أخبرهم أخبرهم مرة الأيام والتاجر رضي الله عنه يعمل بالتجارة ويمفق على الفقراء والمساكين حتى جاءت غزوة من الغزوات اسمها تبوك سبنا نبي حصان تبوك كان الصحابة كثر والذين أرادوا الجهاد بلغوا ثلاثين ألفا والنبي ما كان عنده ما يجهزه به من؟ جاء الناس من البواد ومن القرى يريدون الجهاد مع رسول الله ما عندهم شيء فدعم نبي الناس لصفدق فجاء ابو بك في ذلك اليوم بكل ماله وعمر بنص ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف قال ما أبقيت لنفسك يا عبد الرحمن قال أربعة آخرى نصف ماله قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت حتى جاء دور من؟ عثمان إلى الآن الجيش لم يجهز إلى الآن الجيش فيه حاجة كثيرة فقال النبي من يجهز جيش العسرة وله الجد من جهز جيش العسرة غفر الله لم وكان لعثمان قاتلة كادت أن تسير إلى الشام محملة بأقتابها وأحلاسها بكم مئة بعيد كلها محملة وكادت أن تسير إلى الشام فأسرع عثمان هذا يومه وهذا وقته من يمول الإسلام غير عثمان فنادى أن تقف هذه القافلة وأن تلغى البيعة وأن تغطل كل الصفقات ويأتي بالقافلة مئة بعيد بأقتابها وأحلاسها فيتصدق بها لرسيل الله عليه الصلاة والسلام لم يكتفي عثمان ما رضي ذهب إلى مئة أخرى من ذلك فتصدق بها ثم مئة الثالثة فتصدق بها ثم مئة الرابعة فأوصلها عثمان في ذلك اليوم تسعمائة وأربعين بعيرا وجاء بستين فرسا فتصدق بها ثم جاء بسبعمائة أوقية ذهب وعشرة آلاف ذرها فنثرها بين يدي النبي نثر المال والذهب فقال النبي بعد أن نظر قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بل رجع جيش تبوك وبقي كثير من الإبل ومن الأموال التي تصدق لها عثمان فقال النبي رجوها لعثمان صاحبها قال والله لا أخذ منها شيئا لا أخذ منها شيئا سيء تصدقت به لله لا أرجع منه شيئا احتاج النبي إلى بئر شوف التجار صالحين انظر لأصحاب الأموال صادقين احتاج النبي إلى من يحفر بئرا تسمى بئرا روما احتاج المسلمون إلى الماء والماء هو لب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي فانتدب النبي تجار قال من حفر بئرا روما فله الجنة من حفر بئرا روما فله الجنة من لها غير عثمان انه عثمان ابن عثمان قال فحفر البئرا وعادها مرة الأخرى كان عثمان كل جمعة كل جمعة تعرف ماذا يفعل؟ يعتق عبدا ويفك رفع كل جمعة عند من العبيد واحد يعتقه ويشتري يأتي إلى الناس من عنده عبد؟ فيقول الرجل أنا عندي عبد بكم تبيعه؟ يقول بكذا بأي همان يزيدون السعر لأن عثمان الشعر يعرفون يشتري يشتري فيشتري عثمان كل جمعة يعتق اثنين عبد من عبيده وأحد الرقيق من الناس يشتريه ثم يعتقه لله عز وجل فلقت حمل عقبة وما أدراك ملعقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يوم من الأيام أراد الصحابة أن يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من قار من المستأجن قالوا أبو بكر قالوا ذن الله وبشروه بالجنة تحل أبو بكر ثم طرق الباب آخر قال من قالوا عمر قال أذن له وبشروه بالجنة فدخل ثم التالي من قالوا عثماني قال أذن له وبشروه بالجنة على بلوى ستصيبه أي لم يموت موتة العمية ستصيبه بلوى يدخل بسببها الجنة إنه عثمان وطال من انتظر وطال من انتظر وصيحة مصيبة تصيبه ويموت شهيدا ثم يدخل جنة الأرض والسماوات والأرض تقول عائشة كان النبي جالسا وقد حسر عشيء من فخده فطرق الباب أبو بكر قال من قال أبو بكر تقول عائشة فدخل أبو بكر والنبي على هيئته ما قام عليه الصلاة والسلام صاحبه فدخل يحدثه تقول ثم طرق الباب آخر قال من قال عمر فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي على هيئته ولزال النبي يحدثه وهو على هيئته ثم الثالث قال من قال عثمان تقول عائشة فاعتزل النبي وانزل ثوبه فقالت له يا رسول الله لم يعني تعتزل لما دخل ابو بكر وعمر واعتدلت لما دخل عثمان قال الا استحمل رجل تستحمل الملائكة الا استحمل رجل تستحمل الملائكة ملائكة الرحمن ملائكة الله الهدي بعضها بصيحة دمر أمة من الأمر التي بعضها بجناح قال بقرية بأجمعها التي بعضها تحمل العرش تستحي من من تستحي من أثمان العرشان وفي رواية قال النبي لما سألت عائشة قال خشيت قال خشيت وانا اذنت له وانا على تلك الحال يعني وانا كعشر عشين الضغرين وجالس قال ان لا يطلبني حاجة يعرف اثمان اثمان استحي بل كان عثمان من شدة حيائه يقول عن نفسه ما اغتسل يوما من الأيام وقد نزع زاره يغتسل وازاره علي من شدة حيائه يقول اعلم ان الله وانضره كيف هذا عثمان يقول النبي اشد امتي حياء اثمان بن عفان حياء لا يتينا بخير فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العوض ما بقي اللحاء يوالله الدنيا لا فيها خير اذا الانسان ما يستحي ولهذا كما جاء في الحديث اذا لم تستحي فاصلع ما شئ عثمان عجيب عثمان يروى علم انه كان يقوم الليل بالقرآن هل تصدر؟ بل يقولون خاتم القرآن كله بالليل بركه فاستنكر عليه رجل قال يا عثمان يا عبد الله ختمت بركعة ما صلت ركعة ثانية قال انما هي وثري ختم القرآن من وثري من؟ انه عثمان بن عثمان يقوم الليل عنده خدم ما يقض احدا من الخدم يساعده به فيقولون لو يعاتبون اهله هل لا يقفت احدا من الخدم يعينك على الوبو يقول لا الليل له استريحون فيه الليل له استريحون فيه قال ابن عمر انزل الله في عثمان انظر الى ليل المسلمين اليوم وليل عثمان ليل عثمان قرآن وبكاء وصلاة وسجود وركوع ام من هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الاخرة نزلت في عثمان ام من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب يقول يا صحابي يوما قال والله لو طفرت قلوبنا لو قلوبنا ضغرا ما شبعنا من كلام الله الذي يختم القرآن إلينا يقول لو طفرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله أما الناس اليوم كأنه وقعت فينا الشكوى فقال الرسول يا ربي إن قوم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كأن الناس اليوم لا يبالهم بالقرآن ينتظر رمضان حتى يختم فقط لا يختم الله في رمضان أين هو من القرآن عثمان سوف ترهم كيف خس بيت حياته عثمان ليله قرآن نهاره صيام لسانه رطب بذكر الله يوم من الأيام في زمن أبي بكر حصلت مجاعة قحر جاء الناس كثر الفقراء كثر المساكين والناس تريد أكلا وشربا ما عندهم في زمن أبي بكر فإذا بعثمان تأتيه قافلة مبارك هذا الرجل جاءته قافلة من الشام فتوافد عليه التجار فقالوا له يا عثمان يا عثمان أنا أشتريها به قال بكم قال العشرة بأحد عشر قال الثاني أنا يا عثمان العشرة بإثم عشر قال الثالث أنا يا عثمان بثلاثة عشر قال الرابع بأربعة عشر قال إني وجدت تجارة الخيرا من هذا قالوا كم قال الدرهم بعشرة الدرهم بعشرة هل تطيقون هذا قالوا والله ما نطيق قال هذه انتجارة مع الله عز وجل أيها الناس إني وهبت القافلة للفقراء والمساكين فإذا بالفقراء يأخذون وإذا بالمساكين يأخذون قال إني وهبتها لكم بلا ثمن أولئك يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن تجارة مع من مع الله جل وعلا ولهذا عثمان أكثر الله مال وزاد الله في رزقه ليش ما وجد مجالا للصدقة إلا وعطى مجالا للعطاء إلا وعطى سخي المعطاء كريم جواد في فتوحاته في خلافته فتح الله عز وجل على المسلمين فتوحات سمعتد منطقة اسمها أرمينيا فتحت في عهده القفاف فتحت في أهده خرسان بسط المسلمون حكم الإسلام في عهده قبرص في عهده كرمان في عهده أكثر بلاد أفريقيا في عهد من؟ عثمان بن عفان الرجل البطل الشجاع الذي كان يسير الجيوش بل يقال أن المسلمين ما أحس بالرخاء والنعيم إلا في عهد عثمان وجعل رزقي تحت ظل رمحيه في عهد عثمان بدأت العطايا وبدأ النعيم إمام عادل خليفة الراشد بل كان يرطي الناس رواتب ويوزع الغنائم ويعطي الناس كسوة ثياب حتى الثياب على الخلافة وكان أحيانا يوزع على الناس سمنا حتى خواص الطعام بل كان يوزع عليهم عثلا وأكثر ما لاقه منذ زمن وكان يعطيهم طعاما ما نقوب أبدا أثمان بن عثان كرمه جعل الناس يشعرون بالغناء والثراء جاءه في ذلك في يوم قال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قال ما الخبر قال الناس يختلفون قال الغناء يختلفون قال يختلفون بالقرآن قال كيف قال قراءتهم تختلف والقرآن نزل على عدة ألسنة كراءات والناس في ذلك الزمان بدأوا يختلفون كل منهم يخطئ صاحبه الذي عندي خير من الذي عندك يقول الثاني بل الذي عندي خير من الذي عندك قال أدرك الناس يا عثمان أبو بكر جمع القرآن لمصحف أما عثمان فالوضع أصحب والأمر أكبر ودخل في المسلمين حديث أهد بإسلام واندس المنافقون وكثر غير العرب ودخلوا بين الناس وضعف اللسان من كثرة في التحات قال أدرك الناس فإذا بعثمان استشيروا أصحابه فاستقر على رأيه قال أرسلوا إلى حفصة حفصة بنت من؟ بنت عمر قال أرسلوا إليها تعطينا المصحف الذي جمعه أبو بطر فجاءت حفصة بالمصحف فقال عثمان بن عثمان أين زيد بن ثابت؟ نادوه جاء زيد أين عبد الله بن زبير؟ نادوه ثلاثة أربعة خمسة من الصحابة من علماء الصحابة ومن خلص الصحابة جلس معهم عثمان قال هذا المصحف الذي جمعه أبو بطر أطلبوا منكم أن تنسقوه نسقوا مراجعة مجموعة من الصحابة بدأوا ينسقون المصحف فلما نسخ مصحف الذي كان عنده حفصة أكثر من النسخة أرجع النسخة الأصلية إلى حفصة ثم أرسل النسخ إلى الولاء أن يعتمدوا هذا القرآن وما سواه فأحرقه وجمع الناس على كلمة واحدة وإذا بالناس تتآلت قلومهم وترجع الأمة أمة واحدة دائما يبكي إذا مر بالمقبرة بكى وإذا رأى جنازة البكى وإذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى ما بالك يا عثمان كلما ذكر الموت بكيت قال تعرفوني بكى قالوا لنا قال إنه أول منازل الأخرة فإن خفف على العدد كان ما بعده أخذ وإن شدد عليه كان ما بعده أشد نعم إن عثمان رضي الله عنه يألم أن الموت حتى إذا جاء أحداً من الموت قال رب رجعوه لعلي أعمل صالحاً لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا مبشر من الجنة وهو يخاف من القبر مبشر من الجنة مشهود له في الشهادة لسبيل الله يخاف من الموت يخاف من القبر ماذا نصنع نحن ماذا نقول نحن أثمان بن عثمان يقول والله لو كنت بين الجنة والنار سوء الكلام لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير ما أدري الحساب على أي شيء ينتهي يقول لتمنيت أن أكون رماداً لتمنيت أن أكون راباً الذين يؤتون ما آثوا الذين يؤتون ما آثوا وخلوهم وجلاً خوف لما؟ أنهم إلى ربهم راجعون هذا الذي بشر بالجنة يقول هذا ماذا نقول نحن؟ كان عادلاً كان من سفادي عند الخدر مر مر غضب على خادمه ضرب لا مسك أذنه ففركها مر من الضرر وهو بشر يغضب فنذاه عثمان تعال أيها الظلام فرجع ما صنع شيء عثمان نستضرب وتجلد وتعذب هو فرك شيء من أذنه يا غلاء نرجع فرجع قال أفرك أذني أثمان يقول للخادم للغلام قال أفرك أذني قال لا لا يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وسيده قال لا لا أفعلها قال بل تفعل قال كيف يا أمير المؤمنين قال أفرك أجني رضب عليه عثمان قال كيف يا أمير قال أقول لك اسمع وعمل فبست الغلام أذن عثمان فقط مسك قال اشتد لا فعلها كيف يفعلها قال اشتد يا غلام فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة فإني اقتص مني في الدنيا ولا تقتص مني في الآخرة تعرف لي والذين هم من عذاب ربهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صلى الفجر يوما هو الخليفة وبعد صلاة الصدق قال لا تجلسوا قال هذا الوليج ابن عقبة تعرف من الوليد ابن عقبة أخو عقبة من أمه أخوه من أم واحدة فقال الناس هذا الوليد ابن عقبة ثبت عليه شرب خمس قال هل مشاهد فقام بعض الصحابة يشتدون فإذا به يقموا أمام الناس أن يزلد ليبين للناس أن هذا الحكم هذا حكم الله لو أن فاطمة بنت محمد انصرفت لقطعش يدها ما في مجاملة هذا أخي وهذا أبي وهذا عمي وهذا ابن فلان حكم الله ينفذ هذا عثمان بن عقبة يريد أن يبين لهم أن حكمه كما قال الله وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم في ذلك اليوم بل في تلك الأثناء بدأ المنافقون المسوين وكثروا أعداء الدين وبدأ الذين يظهرون الإسلام يبطلون الكفر يكيدون المأمرات قتل من عمر وانكسر باب الفتن وبدأت الفتن تموت في هذه الأمة منذ أن قتل عمر وإذا بالمندسين في المدينة يبدأون يثيرون الفتن كيف يثيرونها يتمسكون ببعض الزلات إن كانت زلات على عثمان فينشرونها بين الناس يبحثون الشقطات حتى يؤلب الأمة على إمامها وعلى حكمها فبدأوا يشيرون بين الناس انظروا لعثمان واليقرباء ليس هو الذي ولاهم في أهد عمر وأبي بكر وكانوا من خلص الصحابة ولاهم ليسوا لأنه مقرباء ولا كل الناس بل أقام الحج على أقرباء عثمان هو العادل قال انظروا لعثمان خليفة المسلمين حتى بدرا ما شهدها سلط الخمس هم يعلمون أن النبي خلفه على ربنا وبدأوا يثيرون الفتن ويثيرون حتى سموا بالثوار سمي الله سميه لكنهم ظلاف أهل زيت والحراس حتى جاء رجل من بعيد سفم سافر من بلد بعيدة آلاف كيلومترات فقط علشان يتأكد من زلات عثمان شوف هذا المرض الذي وجد منذ ذلك الزمن فجاء لي ابن عمر قال أسألك بالله أصدقني قال إني صال أني أصدقك ابن عمر يجب ما يجب قال هل شهد عثمان بدرا قال لا والله ما شهد قال هل فر يوم واحد تعرفون في وقت بعض الصحابة تراجعوا لما ظنوا أن النبي مات قال نعم قال هل شهد بيعة الردوان قال لا فقال الرجل الله أكبر الله أكبر خلاص يعني كأنه الآن حصل على التأكيد أن عثمان ضال أن عثمان منحرك أن عثمان لا يصمح للولاية شوف الخب شوف الشيطان كيف دخل وهذا المرض للأسف وصارف الإنسان يغلب ساعة الظن على أحسان الظن عدم التثبت والتبين البحث عن السقطات والزلات مرض مدمر فقال له ابن عمر تعالى 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 أحدثوك عن الثلام ابن عمر ظن أن الرجل تثبت من أمر علمي ما علم أن الرجل مريض قال تعالى تعالى أحدثوك أما إنه لم يشهد بدرا لأن الرسول خلفه على ابنته رقية وكانت مريضا الرسول خلفه أما إنه فر يوم أحد فإن الله عز وجل عفى عن الناس ولقد عفى الله عنكم توقف على رجل عفى الله عنكم أما إنه لم يشهد بيعة رضوان فإن البيعة مكانت في اليجن فإن النبي لو وجد أحدا أعز عليه بالعثمان لأرسله أرسل عثمان إلى مكة فلما ظن الناس أن عثمان قتل بايع النبي بيعة رضوان ثم قال النبي هذه يدي عن عثمان فبايع النبي عن عثمان رضوان فكأنه شهد البيعة رضوان الرسول بايع ثم بعد هذا تنقمون على عثمان لكن الخفة استمرت والفتنة استعانت والمنافقون من بسون والطابر الخاص يعمل وأهل الزين والنفاق يتكاثرون وبدأت الفتحات والمدينة اهتنطت وكبار الصحابة قتل ومنهم من يستشهد ومنهم من يفتق الأمصار ومنهم على الولايات فدخل المدينة من دخلها حتى بدأ الخوف والخطر يصل إلى بيت عثمان تجد مع الصحابة ماذا نفعل ماذا نصنع صوار تكافر والناس تكلمون في القوم شر جاءوا من ميلاد بعيد ما ندري من أين جاءوا وماذا يريدون يضبرون الشر بأمير المؤمنين شد الخط والنبي قال لعثمان يا عثمان إن الله سيلبسك قميصا وأن المنافقين يريدون أن ينزعوه قال يريدون قتلي أثمان متعدل ثم قال لما يقتلونني ليش يريدون قتلي فوالله لقد سمعت النبي يقول لا يحل دم ملئ مسلم إلا بإحدث له كفر بعد إيمان وزن بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس أما والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام هذا العثمان وما من ديني لحب إلي من هذا الدين بعد أهدان الله وما قتلت له السن كل ما يقتلونني شف كأن العبرة تخلقنا ونحن سماء عثمان متعجل حاصره أربعين يوما منعوا عنه تعرف إيش الماء ولا زال الناس يشربون بإيران الله الله أكبر يشربون من مائه ويمنعون عنه الماء خرج إليه في الشرفة يوما أربعين يوما ويكيدون به فقال أيها الناس إن سائلكم فأصبقوني الأمير الخاطب الرعيم إن سائلكم أصحاب النبي يعني غير الأصحاب تركوهم الأصحاب أنسدكم الله أما تعلمون أن النبي قال من يجهز جيش العسرة وله يجنع وقد جهزت جيش العسرة كله فلم يبقى الناس يحتاجون إلى عقال قال الصحابة أي والله ما اشهدت يا عثمان قال أسألكم بالله ألم تعلمون أن النبي قال من حفر بإيران روما فله الجنة أما تعلمون أني قد حفرتها قال الصحابة أي والله ما اشهدت قال إذن ماذا تقتلونه ثم رجى عثمان لكن الخطفة موجود لكن الشيطان من بس رضي بالتحريش بينكم وتلك الفتنة بدأت ورفع السيف ولن يقف الفتنة زادت جاء أبو هريرة رافع سيفه رافع سلاحه فدخل على عثمان قال يا عثمان دعنا نقاتلهم صحابة كذر أبطال رجال قال يا أبا هريرة قال يا أبا هريرة والله لو قتلت رجلا واحدا منهم كأنما قتلت الناس جميعا جاء الشباب جاء الحسن جاء الحسين جاء من الزبير جاء الشباب الصحابة يريدون القتال كلهم متجهزين فقال لهم عثمان بن عفان قال أناشدكم الله أناشدكم الله ألا تراق محجمة دمي بسببه لا تقتل أحدا لأجلها يريد أن يفدي الأمة بدمه خلاص يقرب نفسه لله هو منتظر المصيبة التي سوف تأتيه على بلوك صيبه دخل عليه من؟ علي متجهز علي فسلح مع ابنه الحسن قال يا ابني تعال معي قال إليه قال العثمان فدخل الحسن مع علي إلى عثمان بن عفان فقال علي يا أمير المؤمنين تقاتلهم قال والله ما تقاتلهم قال بل نقاتلهم كان علي أخذ في نفسه ليش؟ لما يرضى نقاتل الناس دونه ثم رضي عثمان فرجع علي لمن يأمرنا أن نقاتل الناس ويجب أصلي يقاتل دون الإمام فخرج عثمان على أصحابه رأى أصحابه وفيهم ثورة أن يقاتلوا دونه قال ألست أميركم قالوا بلى ألا تجد طاعة طاعة الأمير قالوا بلى قال فإني آمركم أن ينزم كل منكم بيتها اجلسوا في أبيوتكم ومرة في الأيام أربعين يوم محاصر إثمان بعد زوجته ويقرأ القرآن ويقبر منه حتى جاء ذلك اليوم وعمره طبعا أكثر من ثماني سنة إثمان بن عفان ماذا يريد خلافة لا يريدها الملك لا يريده هو التاجر الذي ضحى بأمواله ما لا يريد لا يريد شيئا حتى جاء لي خدمه فوجد الخدم وتسلحه الغلمان فقال لهم عثمان من أغمد سيفه فهو أخر فأغمد الغلمان سيوفهم أحرار شو سيرغيضهم يحصن دماء المسلمين ويحكي دماء المسلمين حتى وصل إلى بيته ثنانة الكلمينة فرأى في المنام النبي وعبا بكر وعمر رأى ثنانة وكان يأكلون فقام عثمان ليأكل معهم قال لا يا عثمان ثم غدا فسوف تضطر عندنا غدا تضطر عندنا ليس اليوم فأصبح عثمان صائنا ومسك المسحف وأخبر زوجته بهذا وهو ينتظر شهادة سبيل الله فدخل أول رجل آني والسحابة جلسوا في بيوتهم أمر من الأمير فدخل أول الناس في بيته فلما رأى زوجة عثمان لطمع برب من زوجة عثمان فنظر إليه عثمان قال ما بالك يا رجل ططع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار يقول الرجل أخذتني رابح خاص فهرب ما عمل شيئا ثم تكاثر الثوار فدخل الناس عليه في بيته وهو يقرع القرآن وليذال بهم فمسكه أشط القوم من اللي يديه ثم أخذ الخنجر وطعن عثمان تسعة طعنات وأول قطرة دم سقطت على قول الله فسيكفي كهم الله فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم سقطت دماء المسحف سالت دماء بكت زوجة قال الطائل وخبيث قال تسع طعلات ثلاث لله وست لشيء في صدره كذب فالتسع كلها ليست لله فداع الثمان الأمة بذنيه سالت دماء ستشت بكت الزوجة ما بكت على زوجها فقط قالت قتلتموه وإنه ليحيي الميل بالقرآن قتلتموه وإنه ليحيي الميل بالقرآن ماذا حصل الذين قتلوه يقول يزيد بن حبيب يقول أكثر الذين دخلوا على عثمان أصيبوا بالجنون آخر حياته يقول أبو قلابة كنت في الشام يقول كنت في الشام يقول فرأيت رجلا يصيح يا ويلا النار يا ويلا النار يا ويلا النار يقول فجئت إلى الصوت انظر من هذا الرجل فإذا رجله قطعت بجلاح وقطعت يداح وعمية بصره فقلت ما شأنك يا رجل قال أنا دخلت على عثمان أول من دخل فلطنت زوجته فقال لي يا رجل ما لك قطع الله يديت ورجليك وعمى عينيك وادخلك النار قال أما يداي فقطعتا أما رجلاي فقطعتا أما عيناي فذهبتا ولم يبقى إلا النار يا ويلا النار يا ويلا النار قتل أثمان وفد الأمة من دمه ولحق برفقائه مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء